اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احمد مهيب مايكل توسون سيف صلاح عبدالله ناصر عمر طارق والادارة الفنية المدير الفنية الكابتن اوجستين بوش ومع المدارب العام الكابتن احمد الجرحي والمساعد الكابتن رامي الدياستي والاحمال الكابتن محمد دعالي مدير اداري كابتن طارق الغنام والاداري دكتور وليد الخراط الطبيب دكتور محمد جاد والعلاج الطبيعي دكتور هيثم عاطف والمهمات حامد الكاس اما مصر للتأمين بمثله محمد مصطفى محمد علاء محمود الزيات احمد خالد محمد بنداري احمد سامي عبدالرحمن يسري عمر عبدالقادر جونز محمود الشرشابي محمد اسامة محمد يونس والادارة الفنية كابتن محمود السيد ومعه كابتن حامد حامد والمساعد الكابتن وليد الشناوي والأحمال كابتن سعد أبو اليزيد ومدير دياري الكابتن علاء حسين ومحل الأداء كابتن أحمد الجويلي طبيب دكتور محمد المصري والمشرف العام على قطاع السلة الكابتن حازم فكري نصر بيغيب عن التأمين إصابات ثلاثة من الأسسيين محمد إبراهيم وكريم الدهشان وأحمد عادل بنتمنى لهم طبعا السلامة ونزل لعبي الأهلي الملعب لعبي الأهلي على يمين حضراتكم ولعبي التأمين على يصار حضراتكم يحكم لقاء اليوم الكابتن مروان فتحها من منطقة السكندرية والكابتن إهاب عبدين من منطقة القاهرة والكابتن أمير المحمدي من منطقة الجيزة على الطولة فاطمة فاروق النهى فاروق إفرايم ريمون وحبيبة خالد بن عيسى ودقيقة لقراءة الفاتحة على روح الكابتن أشرف جلال مدرب الجزيرة ترجمة نانسي قنقر كل الدعوات بالرحمة والمغفرة والجنة رحمة الله الكابتن أشرف جلال عودة إلى المباراة وكرة القفز يجريها الكابتن إهاب عبدين بين عبدالله ناصر وعمر عبدالقادر وكرة تروح للأهلي سيف ليد مايكل توسون توسون ناحية الشمال بيدور على حد يدير وديها العبدالله عبدالله لسيف تحت البسكت وسيف طالع وبيحاول بيحاول تاني بيسقط العبدالله ولكن أوت صيد لصالح النادي الأهلي أوت لصالح النادي الأهلي فضل سنيتين على زمن الهجمة وتضع تاني الكرة خارج الملعب أوت صيد وتصن يطلع الكرة بيطلعها لعبدالرحمن وكل بيقوله صوب عبدالله وبيصوب عبدالله ولكن بتقبط في اللوحة من فوق وتنتهي زمن الهجمة بدون فعلية أوت صيد لصالح مصري التأمين بكرة مع أحمد سامي بيعد أحمد سامي نصف الملعب يلعبها أرضية العمر اللي بيسجل نقطتين أول نقطتين في المباراة من نصيب مصري التأمين مايكل توسون ناحية الشمال لعمر زهران لتوسون تاني توسون داخل وبيعدي يا سلام يا توسون يا سلام يا مايكل يا توسون بيوسع السكة نفسه وبيدخل وبيسجل نقطتين تعادل اتنين اتنين أحمد سامي لعمر عبدالقادر عمر اليونس لعمر تاني وبيصوب في سن الحلقة يلمها مايكل مايكل يلعبها ليه عمر زهران لمايكل تاني في نص الملعب وتصويبه تروح ليه التأمين جونس يلعبها لأحمد سامي أحمد العمر عبدالقادر في نص الملعب يروح الناحية التانية ليه عمر زهران داك العمر يلعبها برا الناحية التانية لأحمد مهيب اللي بيصوب ما ينجحش في التسجيل يلعبها عمر تاني وعمر ليه مايكل لمهيب تحت البسكت يحاول يغبطها كده في قدم يونس ولكن يونس بيسيطر على الكرة ويأخدها تاني يلعبها ليه للمحترف مايكل وبيصوب تروح لعمر زهران عمر بيعدي يلعبها لسيف سمير في نص الملعب لأحمد مهيب مايكل توسون أحمد مهيب ليه سيف تحت البسكت سيف تحت البسكت داك السيف وبيصوب سيف وينجح سيف إنه يسجل نقطتين ويأكل خطأ الشخصي برمية حرة إضافية أربع الآلي اتنين التأمين ورمية حرة إضافية لسيف سمير بينجح تسجيل رمية الحرة الإضافية خمسة اتنين وكورة مع أحمد سامي من التأمين أحمد يلعبها العام عمر الجونز ليونس بن داري ويصوب بن داري في سن الحلقة يلمها عبدالله ناصر على طول عمر وعمر سيف تحت البسكت جميلة لكن خدها تحت الحلقة على طول بيطلحها تاني برة ويقطع الكورة بن داري داخل بن داري داخل بن داري وبيصجل بن داري كورة اللي فاتت دي بتاعت عمر استلمها سيف سمير تحت البسكت معرفش طبعا استرف بيها طلحها برة تاني لو استلمها قبلها بقطوة كان بقى فيه كلام تاني الكورة مع الاهلي عمر بيطلحها برة لعبدالله عبدالله لمايكل توسون سيف سمير وفضل ثانيتين ثانية وتطقطع الكورة بن داري بن داري لأحمد سامي وأحمد سامي بيعمل دابل جامب في الهواء وبيسجل نقطتين للتأمين يرفع نتيجة ستة تأمين خمسة الاهلي مايكل توسون توسون ناحية اليمين بينزل على نص الملعب يلعب السيف وسيف يسقط العبدالله عبدالله تاني لمايكل توسون وفضل ثانيتين وأحمد مهيب وتصويب في سن الحلقة ويجادة زمن الهجمة و عرقلت الكرة بالقدم على التأمين على اللاعب جونس المحترف الأمريكي في صفوف التأمين وزمن هجمة 14 ثانية للنادي الأهلي وتصويب في سن الحلقة ترد على طول جونس جونس بيعدي بيقفل عليه عمرو زهران لأحمد سامي ليه جونس تاني عمرو زهران بيقفل الكرة وبيعد عمرو وداخل عمرو يا سلام يا عمرو يا سلام يا عمرو عمرو زهران يا جماعة لعب واحد وصاعد عمرو عليها زهران وكرة مع أحمد سامي بن داري وتصويب من يونس سلسية أول سلسية في المباراة من نصيب محمد يونس تسعة التأمين سبعة الآلي وكرة مع التوسن أفل عليه أحمد سامي بيلعب على عمرو زهران لعبد الله سامير وبيباص لعبد الله لكن تعد على طول البنداري من داري داكل داكل من داري داكل من داري وبيش الهال وأحمد مهيب ولكن بخطأ الشخص الكابتن مراوان مفتاحها بيحتسب خطأ الشخص على أحمد مهيب فيه تغيير في صفوف نادي القلي بيخرج عبد الله ناصر وأحمد مهيب وبينزل عمر الجندي ومحمود وليد عبد المحسن بيصوب الرمي الحرة الأولى في سن الحلق أي صوب الرمي الحرة التانية محمد بن داري بينجع في تسجيلها يرفع نتيجة العشرة التعمين السبع الأهل توسن يلعبها المحمود وليد لتوسن تاني عمر الجندي عمر بينزل على نص الملعب يلعبها المحمود وليد لعمر زهران عمر الجندي وفضل أربع ثواني الجندي ثانيتين ويصوب عمر في سن الحلقة تجدد زمن الهجمة ولكن تروح لتأمين يونس لأحمد سامي أحمد سامي لجونس جونس بيحاول يعدي وخطأ الشخصي على عمر زهران وقت المستقطع بيطلوب النادي الآلي سبعة الآلي عشرة التأمين وفرصة خلال الوقت المستقطع أقول لحضراتكم موقف الفريقين في الأسبوع التالت الآلي لعب في الأسبوع الأول مع سبورتينج وفاز الآلي ستة وسبعين أربعة واربعين ولعب في الأسبوع التاني مع المصري الاتصالات وفاز الآلي خمسة وتمانين تسعة وسبعين أما التأمين فاز على سموحة في الأسبوع الأول تسعة وتمانين سبعة وسبعين وخسر من سبورتينج سبعة وتمانين خمسة وسبعين الأهلي في المركز الأول برصيد أربع نقاط الجزيرة في المركز التاني برصيد أربع نقاط الاتصالات في المركز التالت برصيد تلات نقاط مصر التأمين في المركز الرابع برصيد تلات نقاط الاتحاد سكنداري في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط سبورتينج في المركز السادس برصيد ثلاث نقاط سموحة في المركز السابع برصيد نقطتين الزمالك في المركز الثامن برصيد نقطتين فأعرب توقف هقول لحضراتكم نظام البطولة انتهى الوقت المستقطع والعيبة نزلوا أرض الملعب وين الكرة خطأ شخصي لصالح التأمين من الحد الجانبي أحمد سامي هيطلع الكرة بيلعبها الجنس جنس يقفل عليه عم وداخل جنس ويصوب ويسجل نقطتين وهي قدر رمية حرة إضافية 12 التأمين السابع الآلي 4 دقائق 9 ثواني على نهاية أحداث الفترة الأولى بيصوب الرمية الحرة بينجح في تسجيلها وعمر بيطلع الكرة لتوسن لعمر تاني لتوسن لعمر وهيعد قبل 8 ثواني لمحمود وليد لعمر لتوسن في نفس الملعب وعمر طارق شايفه موجود هو في الملعب تحت الباسكت يطلع وطالع وياخد خطأ الشخص برميتين عمر طارق استلم الكرة تحت الحلقة عشان كده تتأخر شوية على موسع لنفسه وهو طالع خطأ شخص برميتين لقى كابتن إيهاب عبدين قال لقى خارج الملعب قبل التصويم وعمر جندي عمر طارق عمر طارق وقاوت صايد على النادي الأهل كرة اللي فاتت دي كان قضاء شخصي كابتن إيهاب عبدين قال قبل المحاولة طبعا الحكام هم الأقرب هم اللي شايفين يونس يلعب ليه عمر عبدالقادر أحمد سامي ويصوب أحمد سامي تغبط في سنة الحلقة يلما الجندي جندي المحمود وليد محمود وعمر زهران دي كان عمر زهران ليه عمر طارق وعمر تحت البسكت بيصوب ما تجيش يلما عمر عبدالقادر لأحمد سامي أحمد لبنداري بنداري يقف على كورتي ويرجحها تاني تروح ليونس أحمد سامي أحمد سامي بيقعد ويطلح بره البنداري اللي بيصوب سلسية بنداري تاني سلسية في المباراة من نصيب محمد بنداري لاعب التأمين 16 التأمين 7 الأهلي مايكل توسون توسون 8 سوان يلعبها العمر لمحمود وليد وداخل محمود وليد بيحاول يعمل خطة فيه ولكن تغبط فيه عمر عبدالقادر وتقرق خارج الملعب أو تصيد لصالح النادي الأهلي في تغيير هينزل عمر عزب وهيخرج عمر زرام عمر عزب تصون عزب تاني ناحية الشمال يلعبها لتصون داخل تصون وبيعاد وبيقف في الهو وبيصوب في سن الحلقة من جوة ترجع له تاني ويصوب ويقف خطأ شخصي برميتين حراتين مرة دي كابتن إهاب عبدين بيحتسب بالخطأ شخصي برميتين حراتين هيصوب الرمية الحرة الأولى بينجح في تسجيلها تمانية الأهلي ستاشر التأمين هيصوب الرمية الحرة التانية بينجح تسجيلها يرفع النسكور او النتيجة ليه تسعة ستاشر والكورة مع التأمين يونس أحمد سامي والآله بيلعب من ضغط من أول الملعب وخطأ شخصي على عزب خطأ شخصي من الحد النهائي كابتن مراوان فتاحه بيطلب الكرة لكن كابتن عمر الجندي بيروح يجيب هو الكرة على طول ويداله جونس داخل جونس بيصوب جونس ومحاولة من عمر عبقادر يكملها ياخدها يونس ليه جونس يطلحها بره البنداري بنداري بيصوب بنداري يليم الكرة على طول عمر الجندي الجندي بيعدي يلعبها لطوصن اللي بيصوب سلسية جميلة من طوصن سلسية من طوصن اول سلسية لطوصن في المباراة يرفع نتيجة الاثناشر ستاشر وخطأ الشخصي نشوف الكابتن ايهاب حسب قطأ الشخصي على مين قطأ الشخصي على عمر الجندي برميتين حراتين لان الاهل يرتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيا اما التأمين ما زال عليه تلت اخطاء شخصيا بينجح البنداري في تسجيل رمية الحرة الاولى سبعتاشر اتناشر تمنتاشر اتناشر تومسون لجندي تومسون تاني ناحية اليمين وتصويبه من عزب تروح الكرة لعمر عبدالقادر احمد سامي في نص الملعب قافل علي تومسون تومسون يونس وفاضل خمس ثواني على زمن الهجمة وبيصوب جونس ومحاوله ولكن اوتسايد على النادي الاهل اتناشر الحكام وقالوا ان الاوتسايد لصالح ان هذه الاهل ايه جمال نزل الملعب وخرج تومسون ومحمود وليد لعزب عزب لمحمود عزب عمري جندي ايه جندي ويا سلام يا جندي بياخدوا الكرة كده بيخبيها وبيعدوا ولكن بتقبط في سن الحلقة من جوه والجمال سلسية يا جمال سلسية الجمال وسلسيات الجمال في منتقى الجمال 18-15 وكرة مع البنداري وخطأ الشخصي خطأ الشخصي قبل التصويب ولكن لان الاهل عليه اربع اقطاع شخصية فهيتم التصويب رميتين حراتين ولكن ليه الحاكم بيشاور ان هو بيلغي لان لو جاد بسكت ما كانش هيحسبها يعني مش هديله والمور لان الخطأ الشخصي قبل التصويب هيصوب بنداري الرمية الحرة الاولى بينجح تسجيلها 19-15 بيصوب التانية بينجح تسجيلها 20-15 عمر عزب بيعاد نص الملعب ياخدها الجندي لعمر طارق هيه الجندي بيعاد الجندي هيه الجمال وتصويبه يا سلام يا جمال يا سلام يا جمال يا سلام يا جمال قلت لحضراتكم سلسيات الجمال في منتهى الجمال بينتهي احداث الفترة الاولى عزيزي المشاهدين والنتيجة الان 20 التأمين 18 الاهل أعود مشاهدينا العزاء مشاهدي قناة الاهلي وعشاء كرة السلة في كل مكان وأحداث الفترة التانية من مباراة الاهلي والتأمين والكرة مع التأمين أحمد سامي انتهت احداث الفترة الاولى بدأقدم التأمين 20-18 وانتهت بثلاثية في منتهى الروعة لابراهيم الجمال وزي ما قلت لحضراتكم سلسيات الجمال في منتهى الجمال الكرة مع أحمد سامي يلعب الجنس اللي بيصوب سلسية جنس بيرد علي جنس وبيصوب سلسية وبيقول لي أنا كمان بصوب سلسيات وكرة مع عزب عمر عزب في نص الملعب العابة للجندي محمود وليد لعمر عزب في نص الملعب عمر عزب بيحاول يعدي من يونس وبيعدي العابة ناحية التانية للجمال ويه بتغبط في الحلقة ويه الكرة بقى عحمد سامي سامي البنداري وبيسجل البنداري نوتين يرفع نتيجة 25-18 عمر عزب بيعدي عمر عزب قبل 8 ثواني لعمر عزب تاني ايه جندي ناحية اليمين محمود وليد هيختار محمود وليد وبيصود في سن الحلقة وخطأ الشخصي خطأ الشخصي على محمود وليد عبد المحسن عمر زران هينزل وهيخرج محمود وليد عبد المحسن احمد احمد سامي لعمر عبد القادر يونس احمد سامي داخل احمد سامي يطلح بره البنداري البنداري الجنس اللي بيصوب جنس يلمق عمر طارق عمر عزب لعمر طارق في نص الملعب يدي الجندي ناحية اليمين الجندي يلعب العمر عمر يا السلام يا عمر عمر مرتد لعمر طارق وبيطلع ولكن الحلقة مع عمر طارق تروح الكرة الجنس جنس خطأ على المهاجم خطأ على المهاجم جنس وهو معد كده بيدي كوع لعمر عزب على طول الكابتن اهاب عبدين بيلمح كوع بيحتسب خطأ على المهاجم 25 التأمين 18 الاهلي بيتم تكفيف ارض الملعب مكان سقوط عمر عزب طبعا عشان العرق حرصا على سلامة اللاعبين عمر مع الكرة عزب تصويبه من سامي في سن الحلقة يلمها يونس للبنداري ايه البنداري بيحاول يعدي تروح الكرة لعمر وتصويبه من عمر يلم الكرة عمر زهران زهران لجندي عمر عزب بيعدي نص الملعب عمر عزب العابة لجندي راح تلمين لعمر عزب تاني لجندي ويلا يا جندي في سن الحلقة من فوق ترد العمر عمر الجنس جنس داخل يطلح بره البنداري قافل عليه عزب لجنس تاني في نص الملعب جنس قافل عليه جندي ورايح فين وخطأ الشخصي خطأ الشخصي على عمر طارق بيسجل نقطتين وياخد خطأ الشخصي برمية حرة اضافية 27 عشرين عشرين وبيقرب من تأمين بنداري واحمد سامي وبينزل مودي ومحمود الزياد بيصاوب الرمية الحرة بينجح يجيبها 28 عشرين عمر عزب عزب قافل عليه مودي وخطأ على المهاجم خطأ على المهاجم الكرة الصالح التأمين مودي محمد مصطفى مودي بيعدي مودي يلعب اليونس يونس لسياد لجونس وداخل جونس ويصاوب ويسجل جونس عمر عزب تلاتين عشرين ايه جمال ايه جمال ويدخل الكرة من الحد الجانبي الجندي بيطلع الكرة لتومسون تومسون بيطلب على طول الكابتن محمود السيد المدير الفني للتأمين وقت مستقطع كامل لحضراتكم نظام البطولة بعد الترتيب من واحد لتمانية في آخر الدور التاني الأول هيقابل التامن والتاني هيقابل السابع والتالت هيقابل السادس والرابع هيقابل الخامس وهيلعبوا ببست أوف فايف يعني خمس مباريات اللي هيكسب في ثلاث مباريات هو اللي هيطلع الدور قبل النهائي الأربع فيزين هيترتبوا من واحد لأربع الأول هيقابل الرابع والتاني هيقابل التالت والفيزين هيلعبوا على النهائي على المركز الأول والتاني برضو هيتلعب ببست أوف فايف انتهى الوقت المستقطع وثلاثين التأمين ستة وعشرين الأهلي فاضل خمس دقائق واربع ثواني مايكل تومسون سلسيتين إبراهيم الجمال سلسيتين وفي التأمين البنداري وجونس ويونس كل واحد سلسيتين قاوت لصالح التأمين نتيجة السلسية اللي أحرزها مايكل تومسون مودي إلعابها ليونس يونس لشونس جونس في نص الملعب لمودي لزياد مودي لزياد ناحية اليمين في طاحة عمرو زهران وأوتسايد لصالح أوتسايد مع آخر ثانية في زمن الهجمة أوتسايد مع آخر زمن الهجمة فعلى طول الكرة تتنقل بقوة القانون للنادي الآلي يعني حد يقول دي أوتسايد على الآلي آهي على الآلي ولكن خلاص كانت انتهت زمن الهجمة فبالتالي الكرة على طول لازم تروح للنادي الآلي لأن ما فيه ثواني للهجمة يكمل بها التأمين اللعب من الأوتسايد تومسون سيف سامير يلعب للجندي في نص الملعب تومسون تاني ناحية اليمين قفل علي يونس بينزل على نص الملعب بيصحب يونس كده عشان يفتح جرفة العمليات يفتح الزون والمنطقة وداخل فعلا الجندي وفعلا تفكير عرش عشر على عشر رائع من تومسون انه خرج لبرا السحب معه الديفنس فتح الزون لعمر الجندي داخل عمر الجندي سجل عمر الجندي وخد رمية حرة لعمر الجندي تلاتين تمانية وعشرين اربع دقائق سبعتاشر ثانية وبينجع في تسجيل الرمية الحرة يرفع النتيجة لتسع وعشرين الآلي تلاتين التأمين والكرة مع التأمين مودي وخطأ شخصي على الجمال ايه الزوج يدخل الكرة من الحد الجانبي مودي جونس ايه زياد عمر عبدالقادر لمودي ناحية اليمين لجونس في نص الملعب قافل عليه الجمال يلعب على العمر للزياد اللي بيصوب بينجح نسجل سلسية زياد يرفع النتيجة تلاتة وتلاتين تسع وعشرين تومسون يلعب على الجمال في نص الملعب بيعدي الجمال يلعب على السيف يطلحها برا العمر وعمر بيصوب بتخبط في الحلقة فوقه وترد العمر عبدالقادر لمودي يلعب على الجونس ومخال وضابل دريبل مخالفة الضابل دريبل وفي تغيير ينزل أحمد مهيب وبيخرج عمر زارة مايكل تومسون يلعبها للجندي تومسون تاني من احت اليمين بينزل تاني على نص الملعب وبيصوب في سن الحلقة من فوق ترد العمر عبدالقادر لمودي ومودي داكل قافل على السيف رجع تاني الورا وبيصوب تروح لجونس وبيصوب جونس في سن الحلقة لما عمر الجندي وخطأ الشخصي على عمر عبدالقادر من التأمين خطأ الشخص الرابع على التأمين وده الخطأ الشخصي التاني على عمر عبدالقادر تومسون بيعدي تومسون يلعبها للجمال ناحية اليمين لتومسون تاني في نص الملعب داخل تومسون ودفع كده ولكن الحاكم بيقول يلعب ومودي وبيصوب في سن الحلقة تروح لسيف سيفه تومسون بيقف تومسون على الكرة يلعبها لمهيم الجندي وخطأ الشخصي على مودي ده الخطأ الشخصي الخامس على الفريق يعني هيستوجب رميتين حراتين بيصوب الرمية الحرة الأولى بينجح في تسجيلها تلاتين تلاتة وتلاتين هيصوب الرمية الحرة التانية عمر جندي بينجح تسجيلها يرفع النتيجة لواحد وثلاثين لآل ثلاثة وثلاثين التأمين يخرج مودي وبينزل محمد علاء من التأمين وكورة وكورة مع جونس جونس يلعب لشيرشابي لجونس تاني حمد علاء لجونس ناحية الشمال داخل يلعب لعمر عبدالقادر تحت الباسكت بيطلع يسجل نقطتين ويأخذ قطع الشخصي برمية حرة إضافية خمسة وثلاثين واحد وثلاثين رمية حرة إضافية لصالح مصر التأمين يصوبها عمر عبدالقادر ينجح تسجيل الرمية الحرة يرفع نتيجة ستة وثلاثين واحد وثلاثين تومسون أحمد مويب خضاء شخصي برمية حرة لمايكل تومسون أي صوب الرمية الحرة الأولى ما ينجحش في التسجيل ستة وثلاثين اثنين وثلاثين وكورة مع محمد علاء عمر عبدالقادر جونس ويداخل وبيصوب ويسجل نقطتين للتأمين عمر عبدالقادر وتحت البافكت ومحاولة والتانية وبيسجل نقطتين سيف سامير يرفع النتيجة لأربعة وثلاثين الآل ثمانية وثلاثين التأمين محمد علاء جونس ويقطع كورة عمر جندي وداخل جندي داخل جندي داخل جندي يا السلام يا جندي يا السلام يا جندي دانج جندي ستة وثلاثين تمانية وثلاثين وخمسة واربعين ثانية على نهاية احداث الفترة التانية وكورة مع التأمين عمر عبدالقادر شرشابي جونس وتصويبه من جونس بيسجل بنقطتين يرفع نتيجة الاربعين ستة وثلاثين تلاثين ثانية على نهاية احداث الفترة التانية والشوت الأول مايكل تومسون تومسون داخل تقع منه كورة وتخرج خارج الملعب اوتسايد وقت المستقطع بيطلبه النادي الآلي فضل عشر ثواني أربعين التأمين ستة وثلاثين الآلي سُصف ترجمة نانسي قطع عشر ثواني أربعين ستة وتلاتين وقت مستقطع أعتقد الفترة التالتة والربعة هيكون لها شأن آخر وده اللي هنسمعه وهنسمع تحليل الفترتين في الستوديو المميز لكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن طاهر رجب والكابتن كريم ضيف أكيد هيحلل لنا طبعاً اللي حصل خلال الفترة الأولى والتانية ونفهم كده الفوارق بين الفرقين حتى الآن وإزاي النتيجة تتغير مع الفترة التالتة والربعة انتقل وقت المستقطع إزاي المشاهدين والمتابعين في كل مكان عشاء كرة السلة المصرية وعشاء الفنلة الحمرة الأهلوية عمر عبدالقادر بيطلع الكرة يشير شابي إزايات داخل إزايات ويحاول إزايات وخطأ شخصي خطأ شخصي كابتن مروان فتاحها الحكم الدولي السكندري بيحتسب خطأ شخصي على عبدالله ناصر بيده يستوجب رميتين حراتين بيصوب الرمية الحرة الأولى بينجع في تسجيلها 41.36 بيصوب الرمية الحرة التانية بينجع في تسجيلها يرفع النتيجة 42.36 كده يبقى الوقت المستقطع للطلب قبل ده على طول كان من نصيب التأمين لأن الآلي هو لطلب الوقت المستقطع للوقتي لأن أنا شفت إشارة الحكام بتشاور الناحية تانية في الوقت المستقطع اللي فات فيبقى كده لأن طبعا اللي جي في البسكت هو اللي يحق ليه طلب وقت مستقطع فكده الآلي هو لطلب الوقت المستقطع الحالي 42.36 طبعا فاضل سانيتين الكابتن مستر أوجستين بوش هيوضح للاحيبته هيعمله إيه خلال السانيتين إزاي ينهي السانيتين ببسكت ده اللي إحنا هنتابعه مع حضراتكم وإحنا اللي هنشوفه مع حضراتكم إنتهى الوقت المستقطع إزاي المشاهدين والمتابعين في كل مكان واعزة بيطلع الكورة إلعاب أو تصويبا كاد أن يفعلها من مايكل تومسون ولكن بتخرج ما بينجحش في التسجيل وبكده مشاهدين الأعزاب ينتهي أحداث الشوت الأول بفترة تيب تقدم التأمين 42.36 عودة إلى الأستوديو المميز بقيادة الإعلامي والنجمة الكابتن هيسام السعيد وضيوف الكرام الكابتن طاه الرجب والكابتن كريم ضيف بسم الله الرحمن الرحيم عودة مشاهدين الأعزاء إلى ملعب المباراة والصالة المغطاة بالنادي الأهلي وبداية شكرا للإعلامي المميز الكابتن هيسام السعيد وضيوف الكرام كابتن طاه الرجب والكابتن كريم ضيف وعودة إلى مباراة الأهلي والتأمين التي انتهت شوتها الأول بفترته بتقدم مصر التأمين 42.36 أفكر حضراتكم كده بالفرقين وتشكلهم بيمثل النادي الأهلي عمر زهران عمر عزب عمر الجندي سيف سمير إبراهيم الجمال مودي الجرحي محمود وليد عبد المحسن أحمد مهيب مايكل تومسون سيف صلاح عبدالله ناصر عمر طارق وبيمثل التأمين محمد مصطفى محمد علاء محمود زياد أحمد خالد محمد بنداري أحمد سامي عبد الرحمن يسري عمر عبد القادر جونس محمود شرشابي محمد أسامة إيجو محمد يونس يمكن كان فيه موقف كده يعني بعتذل لأصدقائنا الأعزاء عن الخطأ في اسم المحترب الأمريكي في صفوف النادي الأهلي مايكل تومسون لأن اللي مل الأسماء في الأول كده من طولز الحكام يمكن غفل حرف الميم ولكن سرعان ما الأصدقاء رسلونا وصلحنا لإسمها بنكرر الاعتذار ودوارد وبيحصل معنا في كل المباريات لعيب الأهل ينزلوا أرض الملعب شايف أقول خمسة اللي هبدأوا الفترة الثالثة مايكل تومسون وعمر الجندي وعبد الله ناصر وعمر طارق وعمر زاران أما الخمسة في المصر التأمين الزياد وعمر عبد القادر وشرشابي ومحمد علاء وجونس هنبدأ على بركة الله أحداث الفترة الثالثة والكورة مع النادي الأهلي مايكل تومسون هي الجندي ويا سلام يا عمر طارق وعبد الله طالع بيلعب الكورة على طول ولكن الكابتن أمير المحمدي بيحتسب خطأ الشخصي على عبد الله عبد الله طالع بيعمل فولو ولكن كابتن أمير المحمدي كان له رأي آخر بأنه خطأ شخصي جونس بيعدي جونس غافل عليه عمر لعمر عبد القادر إيه زياد إيه زياد داخل إيه زياد وبيقف على كورته وبيصوب وبيسجل نقطتين يرفع النتيجة لأربعة واربعين ستة وتلاتين تومسون ليعد تومسون يلعبها لعمر زهران عمر ليه عمر طارق ولكن يقطعها جونسون في السكة جونسون بيعدي يلعبها بره لمحمد علاء ناحية الشمال في نصف الملعب لزياد عمر عبد القادر ليه عشر شاب تحت الباسكت لجونس اللي بيصوب وبيلمقها على طول على الباسكت عمر عبد القادر ستة واربعين ستة وتلاتين مايكل تومسون عبد الله المايكل تومسون تومسون بيفل علي محمد علاء يلعبها للجندي داخل الجندي داخل الجندي وبشماله وبيحاول وإصراع العمليقة ولكن في الآخر يبقى وتصيد على النادي الأهل محمد علاء بيعد على عمر زهران يلعب على تومسون ناحية الشمال داخل تومسون داخل تومسون ويصوب يا سلام يا تومسون يا سلام يا تومسون طالع عليه جونس وفرق طول بيميل بظاهره الورا بياخد مسافة بيعملها خطة فيها لب على طول في الباسكت بيسجل نقطتين يرفع نتيجة لتسعة واربعين تمانية وتلاتين جونس بيصوب في سن الحلقة لما شرشابي تروح لمحمد علاء علاء بيعدي ليه عمر عبد القادر وعمر بيصوب قصيرة وبيحكس كده بخبرة مايكل تومسون محمد علاء عشان ما يروحش للكرة وتخرج الكرة او الصيد الصالح الاهلي تمسون يلعب على عمر طارق تحت الباسكت وداخل عمر طارق ولكن الكابتن ياب عبدين بيحتسب مخالفة الماشي بالكرة يشير شابي لمحمد علاء بيعدي علاء يلعب على عمر عبد القادر عمر الشرشابي محمد علاء بيحاول يعدي يوقف على كورتو يلعب على الشرشابي طح منه تومسون اوتسايد على النادي الاهلي وتصويبها من جونس في جنب الحلقة تومسون ويصوت يا سلام يا تومسون يا سلام يا تومسون هاي وكده هاي وكده السلسية التالتة تسعة واربعين واربعين هلاستمتع بسلسيات تومسون ايصاوه بالتانية لا ينجحش في التسجيل ياخد الكورة جونس يلعب على العلاء ويطير عليها عمر زهران يطلع الكورة خارج الملعب اوتسايد جونس قافل علي عمر ويه في قرار لكابتن امير محمدي نشوف خطر شخصي قبل التصويب بالفعل خطأ شخصي على عمر نشوف كابتن مراون فديحة بيتناهش مع كابتن امير بيقوله الخطأ الشخصي على 22 كان حسبه على عمر انما الخطأ الشخصي كده تبقى للاشارة على مايكل تومسون شرشابي عمر عبدالقادر ايه شرشابي عمر عبدالقادر ويه بيصوب وبيسجل نقطتين يرفع نتيجة الـ 51 و41 تومسون ايه جندي ايه جندي بيعدي الجندي هيختارق وبيكمل وبياخد خطأ الشخصي برميتين حراتين خطأ شخصي على عمر عبدالقادر على عمر عبدالقادر خطأ الشخصي التالت على عمر عبدالقادر بينزل محمود وليد يوسف سمير وبيخرج عبدالله ناصر وعمر زهران سرعة على كرة وطلع محمود وليد ويسجل محمود وليد أربعة واربعين واحد وخمسين وكرة مع جنس جونس لزياد ايه زياد بيقف على كرة ويصوب وتقبط في سن الحلقة وتدخل تاني جوه البسكت تلاتة وخمسين اربعة واربعين ايه جندي ايه جندي وتصويبه وسلسياتك يا جندي سلسياتك يا جندي سبعة واربعين تلاتة وخمسين محمد علاء عمر ايه زياد في نص الملعب وداخل الزياد وبيقف على خط الرمية الحرة ويصوب يطلع الجندي يلم الكرة ايه الجندي بيعدي بيقفل عليه علاء وخطأ الشخص على محمد علاء الخطأ الشخصي التاني على محمد علاء الجمال يطلع الكرة يلعب لتمسون لجمال ويا سلام لسيف النحة التانية وتومسون ويقف في الهواء ويصوب ويأخذ خطأ الشخصي برميتين حراتين خطأ الشخصي الاول على الشرشابي رميتين حراتين لصالح مايكل تومسون بيسجل الرمية الحرة الاولى 48-53 هيصوب الرمية الحرة التانية بيانجع بتسجيلها 49-53 محمد علاء بيعدي علاء للزياد لجنس الزياد لمحمد علاء ويصوب علاء ويقبطها يشر شابي وتخرج خارج الملعب على التامين الجمالة يطلع الكرة لتومسون بيعدي نص الملعب تومسون رايح ناحية المين يلعب على الجندي الجندي يقفل علي الزياد الجندي بيحاول يوسع نفسه وبالفعل بيوسع وبيصوب وصياره تروح للزياد لجنس جنس داخل وخطأ الشخص قبل التصويب خطأ الشخص قبل التصويب خطأ الشخص على محمود وليد قبل التصويب تبقى الكرة آوت سايد خطأ الشخص التاني على محمود وليد عبد المحصن بيخرج الشرشابي وبينزل محمد يونس ايه زياد وتصويبه من داينو ايه زياد بيطلع الكرة برا ويونس في سن الحلقة يليم الكرة تومسون يلعب على الجندي الناحية تانية لجمال وجمال لطومسون ويلا يا جمال وجمال اوه بيطلعها تاني لجندي وجندي لجمال وجمال لقصيرة واو الصيد على النادي الاهلي تلاتة وكمسين تسعة واربعين تلاتة وعشرين ثانية احمد سامي حمد يونس ايه زياد ناحية اليمين وبيصوب الزياد ويه تلف على الحلقة كتعايز الحد يطلع يشيلها دي على طول طالما لمسي الكرة من على الحلقة كمسة وكمسين تسعة واربعين الجندي وتصويبه في سن الحلقة لجمال 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 تاني يلعب برا لجمال لطومسون في نص الملعب ويصويب وصيارة في سن الحلقة ومحمود وليد ويسجل محمود وليد نقطتين يرفع النتيجة الواحد وخمسين خمسة وخمسين دقيقتين وعشرين ثانية على نهاية احداث الفترة التالتة وكورة مع احمد سامي ليونس جونس يطلع حبرة للزياد ويصويب الزياد في سن الحلقة لما الجندي تومسون يلعب لجمال جمال على طول محمود وليد وطالع محمود وليد ولكن تتشال الكرة وفيه خطأ شخصي على جونس خطأ شخصي على جونس هيستوجب ادخال الكرة من الحد ايه الجانبي ده الخطأ الشخصي التاني مستدقين ارتكب اربع خطأ شخصية يعني اي خطأ شخصي على الدفاع هنا او هنا برميتين حراتين خرج الجندي خرج الجندي وخرج الزياد وكرة مع الجمال ونزل سيف سمير في الاهلي والبنداري في التأمين يا سلام يا سيف يا سلام يا سيف على الخطفية الجميلة بيطير في الهواء وخطفية بيسجل نقطتين يرفع نتيجة لتلاتة وخمسين خمسة وخمسين دقيقة وتلاتين ثانية دينو ايه البنداري يسقطع اليونس للبنداري لجونس جونس بيعدي وداخل جونس وبيصوب وبيسجل يرفع نتيجة لتلاتة وخمسين تومسون يلعب العزب سيف سمير محمود وليد ليه سيف ويصوب سيف يحاول يلما عزب ولكن تروح الكرة لدينو دينو البنداري هاي البنداري داخل تطئدع الكرة تومسون تومسون داخل على البسكت هاي لعب العزب وداخل عزب وداخل عزب ونقطتين عمر عزب خمسة وخمسين سبعة وخمسين تلاتين ثانية أحمد سامي لعب العزب لدينو ليه يونس وداخل يونس وبيسجل يونس تسعة وخمسين خمسة وخمسين أربعة عشر سانية تومسون بيعدي تومسون يرجعها للجمال لمحمود وليد اللي بيصوب في سن الحلقة ويتنتقي أحداث الفترة الثالثة أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان بتقدم التأمين تسعة وخمسين خمسة وخمسين الأهلي عودة مشاهدين العزاء عشاء كرة السلة في كل مكان وعشاء الفانيلا الحمراء إلى الصالة المغطى بالنادي الأهلي صالة الأمير عبدالله الفيصل حيث ننقل لحضراتكم أحداث الفترة الرابعة من المباراة القوية والمثيرة بين الأهلي والتأمين انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم التأمين 20-18 الفترة الثانية 42-36 الفترة الثالثة تقدم التأمين 59-55 هنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة والكورة مع التأمين البندالي الأحمد سامي سامي بيعدي سامي يلعبها برا للزياد وتصويبها تروح للزياد تاني ياخد عمر الجمال ولكن الكابتن امير المحمد بيحتسب ساهم الحيازة وساهم الحيازة في اتجاه النادي الاهلي مايكل تومسون تومسون للجمال لتومسون تاني ويصود تومسون في سن الحلقة يلمعها على طول عمر عزب عمر يلعبها للجمال ليه سيف تحت الباسكت يا سلام يا سيف بتنطع الحلقة ولكن بتخرج خارج الملعب اوتسايت سيف كان قافل عليه يونس وداينو طير الاتنين بالهوى طلع صوب ولكن الحظ عنده جات في سن الحلقة وردت خارج الملعب ما الحقيقاش عمر عزب احمد سامي داينو يونس يونس وخطأ الشخصي كابتن مروان فتاحه الحكم الدولي السكندري بيحتسب خطأ الشخصي على محمود وليد عبد المحصن احمد يونس ايه زيات بيعد زيات يلعب الناحية التانية ليونس احمد يونس يلعب الى زيات التاني والزيات لمحمد يونس اللي بيصوب بعد انطلاق صفارة الهجمة وبالفعل بتختسب بخلف زمن الهجمة وكورة بصالح النادي الاهلي ايه جمال بيطلع كورة العزب عزب لمحمود وليد لعزب تاني محمود وليد ويختارق ويسلام يلعب ال سيف تحت البسكت ولكن لقى نفسه وتحت السلة مباشرة يحب يعدي ويباص الكرة اتقطعت الكرة راحت للتأمين احمد سامي داينو يونس احمد سامي وسامي بيصوب من السبات تغبط سن الحلعي لما اسيف سامير لتومسون وعزب ويقع على الارض وهو راجع ولكن سلامات اقم على طول ويطالع سيف وبيصوب وياخد خطأ الشخص برميتين حراتين من خطأ الشخص الاول على داينو ويصوب في سن الحلعي في سن الحلعي في سن الحلعي ما ينجحش طلح لأحمد سامي احمد سامي لعمر عبدالقادر لسامي تاني بيسقطها لمحمد يونس للبنداري والبنداري ويقفل ويقفل هو يصوب ويصوب ويسجل نقطتين معاخر ثانية من زمن الاجمة واحد وستين خمسة وخمسين عمر عزب عزب قفل عليه احمد سامي ايه جندي ونص الملعب وداخل الجندي ويقفل هو ويصوب يا سلامي يا جندي ويقفل هو ويصوب سبعة وخمسين الاقلي واحد وستين ايه تأمين احمد سامي للبنداري ناحية اليمين لسامي تاني لعمر عبدالقادر ليونس بيسقطها لعمر عبدالقادر تحت البسكت وبيلف وخطة فيها وبيسجلها عمر عزب بيشيلها كده من جوه الشبكة ولكن طالما دخل جوه الشبكة وبيشيل الكرة على طول بتحتسب تلاتة وستين سبعة وخمسين عمر عزب ابراهيم الجمال ايه جمال ومخالفة الماشي بالكرة فكر تفكيرين ابراهيم فكر ان نصوب لقى الدنيا مقفولة نزل تاني على الارض وارتكب مخالفة الماشي بالكرة يعني فكر ان يصوب وفكر ان يباصي في نفس الوقت فارتكب مخالفة الماشي بالكرة وقت مستقطع بيطلوب النادي الالي تلاتة وستين التأمين سبعة وخمسين الالي وفضل ست دقائق ثمانية وتلاتين ثانية على نهاية المباراة لهوات الارقام نقولهم ان النادي الاهلي انشئ سنة 1907 بيرقاسه حاليا الكابتن محمود الخطيب نجم مصر وافريقيا والتأمين انشئ سنة 1934 وبرقاسه حاليا الاستاذ قاسم النصار يعني كده معلومة ايه سريعة انتهى الوقت المستقطع ازاي المشاهدين والمتابعين عشاء كرة السلة في كل مكان وعشاء الفنلة الحمراء امام قناة النادي الاهلي والكرة لصالح التأمين لعيب الاهلي نزلوا ارض الملعب وكابتن ايهاب عبدين بيستعجي لعيب التأمين طب لو اتأخره بيحتسب عليهم خطأ وقت مستقطع عقابي يعني ما بيتنفسه ولو ما لاهمش وقت مستقطعه بيتحسب خطأ فنين طبعا احنا بليش رح القانون كده ايه على الماشي واحنا ماشيين بنداري هيطلع الكورة لحمد سامي سامي العمر عبدالقادر ناحي ثليمين محمد يونس وفي كده دفع عمر بيقول في دفع له ولكن الحكام بتقول يلعب وتصويبه وخطأ الشخصي خطأ الشخصي على التأمين على عمر عبدالقادر خطأ الشخص الرابع خطأ الشخص الرابع على عمر عبدالقادر عمر عزب يلعبها للجندي لعمر عزب تاني وداخل والسيف ويصوب سيف من اعلى نقطة ويرفع نتيجة تسعة وخمسين تلاتة وستين احمد سامي عمر عبدالقادر يخدها البنداري ويصوب بعيد عن الحلقة يلمها الجندي يعاد الجندي لعمر زهران داخل عمر زهران داخل عمر زهران ويصوب عمر زهران ما ينجحش في التسجيل تتلمي الكرة على طول التأمين احمد سامي بيقفل عليها عمر عزب يلعبها للجنس وخطأ الشخصي على عمر زهران الخطأ الشخصي التاني والكورة مع يونس لجنس بيعد جنس وخطأ الشخصي على عمر زهران خطأ الشخصي التالت ويستوجب رميتين حراتين اللوحة طلع عليها دلوقتي ان ده الخطأ الشخصي الرابع يمكن المدير الفني جاي بيسأله الخطأ الشخصي التالت ولا الرابع أربعة وستين تسعة وخمسين ويصابه بالرمية الحرة التانية خمسة وستين تسعة وخمسين وفي تغيير ينزل مايكل تومسون ويخرج عمر عزب سيف سامير سيف سامير لجندي تومسون تومسون بيعدي وبيصوب محتاجة دي سلسية تولع الدنيا وتقرب المسافات والكورة مع البنداري ليونس وداخل يونس وبيصوب يلي مقال آلي يهي جمال يهي جندي وخطأ الشخصي على البنداري خطأ الشخصي على البنداري على السوج بدخال الكورة من الحد الجانب ده الخطأ الشخصي التالت على البنداري تومسون بيطلع الكورة لسيف سامير لتومسون تاني عمر زهران تومسون في نص الملعب الجندي الجندي يقفل عليه ثلاثة وداخل الجندي ويصوب بياخد قطأ الشخصي برميتين حراتين الجندي يقفل عليه ثلاثة ومع ذلك بيقدر أنه يختار لعب ما شاء الله عليه مميز وثلاثة يقفلين عليه بيصوب الأولى في سن الحلقة من جوه وترد يقفل عليه ثلاثة حراتين خطأ شخصي على سيف سامير خطأ الشخصي التالت على سيف سامير هيصوب الرمية الحرة الأولى ما ينجحش في التسجيل هيصوب التانية بيينجح تسجيلها يرفع النتيجة لستة وستين تسعة وخمسين مايكل تومسون سيف سامير سيف بيدورها لحد يديله يديها لتومسون لسيف للجندي وتصويبها في سن الحلقة لما الجندي تاني وداخل الجندي يلعب على العمر وعمر يطلع ويصوب ويأخذ خطأ الشخصي برميتين حراتين الخطأ الشخصي الخامس على عمر عبدالقادر بينزل مكانه ضايني عبدالرحمن يسري الشهير بضاينه عمر بيصوب رمي الحرة الاولى بينجح في تسجيلها ستين ستة وستين تلات دقايق اتنين وخمسين ثانية هيصوب التانية بينجح في تسجيلها واحد وستين ستة وستين وكورة مع جونس جونس بيعدي قافل عليه عمر زهران بيكمل وداخل وخطأ الشخصي ونقطتين ورامية حرة اضافية رامية حرة اضافية والخطأ الشخصي الرابع يبقى كده تم تصحيح الخطأ الشخصي اللي كانت رفع المرة اللي فاتت على اللح بيسجيلها سبعين وواحد وستين تسعة وستين وواحد وستين تومسون لعمر زهران لتومسون تاني عمر طارق عمر زهران كداخل عمر زهران يا سلام يا عمر يا سلام يا عمر تلاتة وستين تسعة وستين عمر زهران ده ما شاء الله على الحكاية أحمد سامي البنداري جونس ليونس ويصوب يونس وتروح الكرة لعمر طارق لعمر زهران عمر زهران يلعب لجندي وخطأ الشخصي على يونس هيستوجب رميتين حرتين الفريقين ارتكبوا أكتر من أربع أقطاع شخصية هاي ساوب الرمية الحرة الأولى ينجح في تسجيل يهرب في النتيجة اربعة وستين تسعة وستين هاي ساوب الرمية الحرة التانية ما ينجحش في تسجيل أحمد سامي الجونس بنداري وبيصوب بنداري في سن الحلقة اللي ماء الجندي والجندي على طول الجمال الجمال برة للجندي وتصويبة السلسية السلسية الجندي السلسية الجندي السلسية التانية لعمر الجندي يرفع نتيجة السبعة وستين تسعة وستين ديئتين ستة وعشرين سنية وقت مستقطع بيطلبوا التأمين فرق اتنين بونت فضل ديئتين ستة وعشرين سانية السلسيات هتفرق كتير مايكل تومسون مسجل ثلاث سلسيات ابراهيم الجمال سلسيتين عمر الجلني سلسيتين اما في التأمين محمود زياد سلسية محمد بن داري سلسية وجونس سلسيتين ومحمد يونس سلسية انتهى الوقت المستقطع ازاي المشاهدين والمتابعين في كل مكان وما زال الفريقين مع المدربين والحكام بيتناقشوا رغم انتهى الوقت المستقطع يعني محتاجين تنبيه ان الوقت المستقطع انتهى بالفعل بدأوا يتحركوا كابتن مراوان فتاحا بيتجه لالقالي عشان ينزله كابتن اهاب عبدين بيتجه للتأمين عشان ينزله جونس هاي يلعب الكورة يلعب على احمد سامي احمد سامي بيعدي يلعب لجونس ناحية اليمين ليونس لأحمد سامي اللي بيجرب حظه وسلسية سلسية سلسية الاولى لأحمد سامي اتنين وسبعين سبعة وستين ايه جمال ايه جندي داخل الجندي وبيختارق وبيعدي يلعبها ورا لعمر طارق لطمسون وتصويبة بيشيلها له كده بترطيف صحاب عدينه تروح لأحمد سامي ايه البنداري ليونس ايه البنداري لأحمد سامي لجونس ناحية الشمال جونس بيعدي على الناحية التانية ويصويب بعيدة بتغبط فيها الحلقة من فوق ترد لعمر طارق تومسون عمر زهران يلعبها لتومسون لعمر زهران ويصويب عمر زهران بسن الحلقة وكورة مع أحمد سامي اتنين وسبعين سبعة وستين واقل من دقيقة سامي بيعدي وبيسجل ووقت مستقطع بيطلبه النادي الأهل أربعة وسبعين سبعة وستين سبعة بمت تمانية واربعين ثانية وقت مستقطع بيطلبه النادي الأهلي مفيش حاجة في البسكت اسمها مستحيل لعبة الثواني والأرقام أربعة وسبعين سبعة وستين تمانية واربعين ثانية يا طرق التعليمات اللي بيقولها في المدير الفني دلوقتي اللي لعبين هلا يلعب برسم من أول الملعب يحاولي قطع كورة يحاول يلعب اختراقات هيحاولي يصاوب تصويمات سلسية ده هنتفرج عليه وهنشوفه مع حضراتكم انتهى الوقت المستقطع زي المشاهدين والمتابعين في كل مكان واللعبة بتنزل أرض الملعب واختار يلعب من المنطقة إلى أمامية بزمن هجمه 14 ثانية ومايكل تومسون هيطلع الكورة لعمر طارق وفيه سلوك غريض هنا القانون بيقول ايه اخر دقيقتين لو حصلوا كورة خارج الملعب والمهاجم ارتكب ضده خطأ شخصي والكورة ما زالت لسه خارج الملعب بداخلتش الملعب على طول يبقى لازم سلوك غرياضي وده اللي طبقه الكابتن ايهاب عبدين على طول احتسب سلوك غرياضي على لعب التأمين لايه احتكاكه بعمر طارق قبل ما الكورة تدخل من خارج الملعب بينجع في تسجيل الرامية الحرة الاولى تمانية وستين اربعة وسبعين ولم يوقف في الرامية التانية وزمن الحيازة زي ما هو اربعة عشر سانية تمسون هيطلع الكورة وخمس ثواني خمس ثواني على تمسون يعني ايه خمس ثواني يعني لازم اللعب يدخل الكورة الملعب في خلال خمس ثواني وخطأ شخصي تيك تيكي عمر الجند بيعمله على احمد سامي عشان يوقف الساعة خطأ الشخصي التاني على عمر احمد سامي هيصوب راميتين حرتين بيصوب الاولى ما ينجحش في التسجيل وفيه وقت مستقطع تاني انا شايف بيطلبه المدير الفني للنادي الاهلي خمسة وسبعين تمانية وستين يعني مؤكد برضو هيلعب من المنطقة الامامية بزمن هجمة 14 ثانية بيحاول طبعا يضغط زمن الهجمة عشان يقدر يسجل ويوفر ثواني هيلعب برضو فاول جيم يوقف اللعب ويلعب تاني اشتركوا في القناة انتهى الوقت المستقطع لعب التأمين نزلوا ارض الملعب والآله يلعب من المنطقة الهجومية مايكل تومسون هيطلع الكورة يلعبها لعمر وعمر يصوب في سن الحلقة يخرج الاثنين الجمال وتومسون مع بعض يجيبوا الكورة الاثنين يلقبطوا بعض تغبطوا الكورة فيهم وتخرج خارج الملعب يعني كانت محتاجة ان يكلموا بعض ده يقوله رايت او ده يقوله رايت بحيث ان يقدر يرجع كورة الملعب بن داري خاطر شخصي لصالح بن داري هيستوجب براميتين حراتين هيصوب برامية الحرة الاولى بينجع في تسجيلها ستة وسبعين تمانية وستين ويصوب بالتانية ماينجعش في التسجيل تروح الكورة تانية البنداري اليونس تحت الباسكت وعمر طارق يحتسب ضده خطأ الشخصي بيشيل الكورة فيحتسب خطأ الشخصي براميتين حراتين بيصاوب يونس وسيارة في سن الحلاء وينجع في تسجيل التانية والكورة مع تومسون العبها للجندي وتومسون بيصاوب تروح الكورة لدينو وكورة قفز او احتكام لساهم الحيازة احتكام لساهم الحيازة هنشوف ساهم الحيازة ساهم الحيازة على اللوحة مع التأمين جونس هيطلع الكورة يلعبها ليونس يونس بيعد وخطأ شخصي على احمد مهيب ضد يونس هيستوجب راميتين حراتين خطأ الشخصي الاول هيصاوب الرامية الحرة التانية بيسجلها تروح الكورة الايلي هيطلع الكورة هيجندي يلعبها لطومسون تومسون داقل يرجع بالكورة لجندي اللي بيصاوب في سن الحلقة من فوق وسانيتين وبينتهي اللقاء في فوز التأمين 78-68 وعودة الى الاستوديو والكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن طاه الرجب والكابتن كريم ضيف شكرا لحضراتكم كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم